بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أنا ما نعارف إذا أنتم مليتم منه كل يوم نطلع عليكم كل يوم كل يوم مرات الواحد يريد أن يغير الجو حتى يشعر بالشوق والاشتياق ولكن نحن أعتقد كلنا في هذا الستيديو نسعد دعم بهذه الطلة وننتظر الوقت الذي يأتي به وقت البرنامج حتى نلتقي معكم إن كنتم مليتم منه فنسمح لكم تريحون يوم أو يومين وإن لم تكونوا فهذا الشيء فرحنا ويسعدنا وشرف لنا كيف حالك عمار اليوم؟ الحمد لله دكتور لاهي لاهي ها مشغول مع الكراسة مع الشغلك معه طبعا اليوم أنا أستسمحك العذر لن أبدأ في كراستك اليوم معافي شكرا دكتور لتشوفك أنا اليوم حاب أبدأ في الموضوع نحن نحب نغير ترى لا تلمونا يا أحباب نحن كذلك نشعر مرات بالملل والسأة من كثرة التكرار فنريد أن نجدد ونغير فتبديل الأفكار بمبادرات داخل الستيديو حتى يكون في شيء من التجديد نحن اليوم حاب نبدأ بفضيلتنا شرائك عمار؟ ممتاز جاهز قبل الفضيلة أنا حاب أذكر الناس بالميزان صارنا مدى ما مسكنا الميزان نحن في هذا البرنامج لمن؟ لمن انضم لنا أخيرا في بعض الناس ما شاء الله في كل يوم انضمونا جدد لنا فالميزان نتكلم عن لا زيالة شحوم ولا لحوم ولكن نتكلم عن الحسنات والأعمال الطيبة الأعمال التي يحبها الله عز وجل والأعمال التي يحبها النبي صلى الله عليه وعلى لي وصحبه وسلم وهو في هذا الجزء الثالث شعارنا أفتخر بحبيبي وحبيبنا هو النبي صلى الله عليه وعلى لي وصحبه وسلم فأذكركم بالميزان كل منكم يجعل هذا الأمر أمام نصب عينيه كيف يعمر هذا الميزان بحسنات أكثر مضافة لما حققها باليوم الذي سبق طبعا اليوم موضوعنا يا عمار ما يقول موضوعنا اليوم والفضيلاتنا اليوم الفضيلة اليوم تتحدث عن مهم جدا وأذكركم الجزء الثالث هو عبارة عن الأفكار والمبادرات هو الميزان ميزاننا في هذا الجزء الثالث بالإضافة للأسبوعين أو الجزئين السابقين الأفكار والمبادرات نريد من شبابنا يا أحباب أن تكونوا مبادرين بأعمال طيبة حسنة نافعة للأفراد وللمجتمع ككل وكذلك قلنا الشعار خلال هذه الأيام الخمسة في هذا الجزء الثالث حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو قدوتنا وهو المبادر الأعظم في إنقاذ هذه الأمة من النار ويدخل الجنة إن شاء الله أما بالنسبة لموضوع لليوم يا عمار فهو بنياننا مرصوص شفي بنياننا يا عمار بنياننا مرصوص دكتور بنياننا مرصوص طبعا هذا الموضوع أنا أعرف أنه يحتاج شيء من التفصيل ولكن ولكن أن ذكاؤكم انتباهكم التواتر والتوالي في متابعة الحلقات يجعل عندنا نوع من الذكاء في التقاط المعلومة وسهولة في فهمها وكفية تطبيقها بنياننا مرصوص حقيقة هو موضوعنا اليوم هذه الفضيلة التي نص الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص طبعا هناك فرق بين الصف والقاطرة إذا الناس وقفت خلف بعضها واحد اثنين ثلاثة اربع نسميها قاطرة وإذا وقفوا بجانب بعضهم البعض كما نقفوا في صلاتنا ونقفوا في الصفوف القتال يسمى صفا فالله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله يحب مننا أن نكون كالبنيان المرصوص في طبعا والله سبحانه وتعالى بمثال في القتال لأن هذه استراتيجيات مختلفة وعلى فكرة أنا أقول لكم موضوع يوم شديد لأن فيه عدة تفاصيل أول من بدأ استراتيجيات الصفوف هذه لعلهم المسلمون فإذا البنيان المرصوص عندما يتصاف الرجال ذراع بذراع رجل برجل كما نصف الصلاة له معاني كثيرة وجلست حد نفسي كيف أبسط هذه المعلومة وكيف أشرحها بطريقة إذا ما طبقناها في حياتنا اليوميا نحقق هذا المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى مننا فهداني الله سبحانه وتعالى لخمس مفاهيم لكن بعد أن نقرأ هذا الحديث أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام ثم نشرحها بشيء من التفصيل وأكضا بعض الأمثلة حتى نستوعب كيف نربي أنفسنا ونربي أطفالنا ونربي الجيل على أن يكون بنيانا مرصوصا أو يكون صفا مرصوصا إن شاء الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين وهذا الحديث كلكم حافظين في المدارس مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه هذا الحديث يبين لنا اللحمة والترابط والتعاضد والتآخي والتواصي كلمات جميلة جدا نريدها تكون في حياتنا وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها بالجسد الواحد جسدي هذا والحرارة في جسم الإنسان أو الحمى أي مكان في جسم الإنسان يصيبه التهاب أو يصيبه مرض الجسم كله يشعر بالسخونة والحرارة كأنه يعني يشعر هذا ترى أنا معك وأنا أشعر بشعورك وأنا أمرض بمرضك وهذا النوع من الترابط هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجسد لنا الصورة حتى نفهمها كيف بنا أن نوفق لنجمع هذا المليار والنصف كله كجسد واحد هذا هو التحدي الحقيقي الذي أمامكم يا جيل جيل الشباب أمامكم تحدي كيف تحققون هذا المعنى أن تجعل الأمة كلها جسد واحد تقدر علي يا عمار؟ دكتور شي جميل أنه الإنسان يشعر بهذا الشعور قبل تقريبا سنتين كنت في رحلة مع الدكتور طارق لتركيا نعم فكان جميع الشباب الموجودين من مختلف الدول نعم شيء من الخليج وشيء من بلانك هناك أكاديمية أعداد القادة نعم هذا البرنامج الصيفي الذي يجتمع فيه من مسلمين العالم كله حتى يتعلموا القيادة ضمن البرنامج دكتور كنا بحدود 180 شاب من مختلف الجنسيات من مختلف الجهات من مختلف التوجهات الجميع تشعر أنه جسد واحد دكتور فشيء بسيط لو جميع الشباب كانت نظرتهم إلى أنه هدوها غايتنا الله عز وجل وعمار هذه الأرض ونهضت هذه الأمة مرة ثانية كل السخافات والأمور السخيفة التي تفرق بين الشباب تلغى تماما ويشعر أنه جميع الناس اللي حوله إخوة إلهم دعنا نبين كيف نحقق هذا هذا فكر الذي قال عمار الآن هي كلمات سهلة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لجميع مشايخنا وعلمائنا وتختصاصينا الله يحفظكم بارك في عماركم أنتم تاج عروسنا لكن كيف نحقق هذا المعنى كيف استطاعت هذه الأكاديمية تجمع 180 شخص على قلب واحد كيف نجعل هذا على كل الأمة جزء من هذا الفكر هو ما نطرحه إن شاء الله أنا عمار وأول نقطة عندنا بعدها كيف نحافظ على متانة المجتمع المسلم هو البنيان المرصوص الحقيقة وعندنا خمس نقاط سريعة وسهلة أنا حابة بينها ننتقل للورقة اللي بعدها حتى ناخذ نقطة نقطة انتبه يا شباب يجب أن نوطن أنفسنا على مثل هذه المفاهيم النقطة الأولى يا عمار الشفافية صح؟ ممتاز دعنا قبل ما نروح النقطة الأولى هي الشفافية والوضوح وترك التصغير وهذه قضية مهمة جدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وهنا وقفة لي ولكل مربي وكل موجه النبي عليه الصلاة والسلام لم فقط يعني يكتفي بالكلمات أو الجمل أو العبارات ولكن كان يستخدم التبصير والتصور الحركي يريد الناس أن تتصور فلما شبك بين يديه فيبين يا ناس هذا الذي نريد ليس فقط صف الصلاة أو فقط صف المعركة يكون في بينها مسافات لكن أرادها صلى الله عليه وسلم أن تكون فيه تجانس وتطابق وتداخل بين الأرواح وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف وكما قال عليه الصلاة والسلام إذن كيف نحقق هذا المعنى عندنا أول نقطة هي الشفافية والوضوح وترك التصغير وعندنا في هذا حديث الحقيقة أنا حرصت بما أن شعارنا هو أفتخر بحبيبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن تكون الأمثلة التي نصور من خلال هالمفاهيم من أحاديثه من سنته ولو لاحظتم في كل البرنامج كنت أحرص قدر الإمكان أن أبين هذه القضية يا ناس مصدرنا الرئيس في حياتنا وفي عمراني هذه الأرض كتاب الله سبحانه وتعالى ثم السنة النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام طيب أول نقطة يا عمار الشفافية والوضوح وترك التصغير لن نتمكن من إيجاد هذه اللحمة وهذا التوحد وهذا البنيان المرصوص اللي إذا كنا شفافين تماما واضحين ما عندنا غموض الإنسان المؤمن واضح أفعاله وأقواله كما بينا في حلقة سابقة الظاهر يتوافق مع الباطن فإنسان شفاف ولهذا نريد أن نحقق هذا المعنى ومن النماذج الرئيسة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة نحب نكشخ نلبس فرد عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إن الله جميل يحب الجمال ما في مانع البس والكبر يبين الفرق في المعنى حتى الإنسان لا يخلط بين المفاهيم والكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي رد الحق لما يأتيك تأتيك يأتيك الحق من فلان أو فلان صغير أو كبير فيرده هذا المتكبر وغمط الناس أي احتقار الناس وتصغير الناس فإذن الرسالة الأولى التي من خلالها نريد أن نحقق هذا البنيان المرصوص أن نكون شفافين وواضحين ولا نصغر أحد ولا نحتقر أحد ولا نقلل من قيمة أحد كل جهد مبارك وانتشر هذه الأيام يا عمار عند بعض الشباب نوع من التسفيه والتصغير للعلماء إذا ما عجبت فتوى قام صغر العالم هذا هؤلاء علماء الصلاطين وهؤلاء لا يفقهون وهذا كذا ينعتهم ما يحق لك يا ابني انشغل بنفسك بناتي أبناء انشغلوا بأنفسكم لا تنشغلوا بأفعال محمد يثوين أخطائي تقع علي الله سبحانه وتعالى يا عمار سيحاسبنا جماعات أم أفراد أفراد قل لأسر أفراد أفراد يعني أم عبد الله ما تفيد عبد الله أبو عبد الله ما يفيد حصة يوم القيامة لا أب ينفع ابن ولا ابن ينفع أب كلنا أفراد فردي يتبع يا شباب اتركوا الناس بأحوالهم فالجهد مبارك عندما الشيخ يجتهد ويأتي بفتوى العالم يجتهد ويأتي بنظرية المختص يجتهد ويأتي بسلوك خلق هذا اجتهد الإنسان الذي يريد أن يحافظ على الصف والبنيان المرصوص يقدر طيب ما عجبني ما عجبني فعل عمار يخي تركه لكن لا تصغر ولا تحقر وانتصح بما نصح النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التي تعين على هذا البنيان التنسيق والتناغم شايفينش قاعد سير بينه وبين عمار تنسيق وتناغم تناغم إيقاع يتدخل عنده فكرة يقولها أنا أسمع له وأؤخد على الفكرة وأتمم عليها لكن لا 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 أنت ما تفهم أنت شفهمك أنت شفهمك يا عمار أنت لسه طالع من البيضة هل كبرك جاء يتعلمني هذا النوع من الطرح معناها كيف لن نعيش مع بعض لن نتمكن من التواصل لكن أنا أسمع من عمار وعمار يسمع مني وننسق مع بعض ونرتب مع بعض وننظم مع بعض إذن هذا هو النجاح الحقيقي هذا البرنامج الأمام كنت شوفون أنت أمام الشاشة الآن يظهر لكم رجل واحد اسمه محمد فهدث ويني لكن تعرفون كم رجل الآن يعمل بتناغم شفتوا أمس صار فيه شفتوا أمس إيش عملوا فيه غلط في حرف وإذا بالاستوديو كله والأوبيفان كله كلهم في كلمة واحدة صلحوا للكلمة لأن من غير ما نشعر ما في أحد أخبرهم ولا أنا أمرتهم بهذا ولكن من 14 ليلة جلسنا مع بعض صار في بيننا ربط صار فينا بنيان مرصوص فلما أخطأت فكلهم جميعهم بكلمة رجل واحد حوائجهم حتى أنتفطت من الصوت اللي سمعتها لكن هذا شيء مفرح لماذا يفرح؟ لأننا فعلا جسد واحد فلما أنا أخطأت حال لسانهم جميعا صحح لي إذن هذا البرنامج نجح 17 شخص أو 15 شخص يعمل في الأستوديو حتى تظهر لكم صورة صورة وبعضكم يعجبه وبعضكم ما يعجبه تشيب بعضكم يقول تشيب هذا الخيص أتق الله إذن ما المطلوب منه التنسيق والتناغم وترك التفريق لا تفرقون العدل مطلوب ماذا يقول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنهما أن رجلا سأل سأل من؟ حبيبي صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير أبي عرف عطني خير الإسلام فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف ما في تفريق أسلم على الجميع دخل علي شاب دخل علي صغير كبير جماعة صغيرة آسيوي أفريقي أوروبي أمريكي أسود أصبغ ألوان أي جي أسلم كلهم عندي يستحقون السلام فإذن قضية مهمة التنسيق والتناغم وتركوا التفريق لا تفرقون بين الناس لا تعمل الناس طبقات لا تعمل الناس أشياء فهذه قضية أساسية البنيان يحتاج منه إلى عدل في التعامل دون التفريق بين الناس أو بين الطبقات هذا أيضا مفهوم ثاني مهم وفهمنا الآن مفهومين ولكن حتى نخفف عليكم وإحنا نريح شوية خلونا نأخذ فاصل قصير ثم أركمنا متوقع في حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لامار وقتك لتتألقي بخطا وافق انطلقنا نقفز نحو المدى البعيد ننسج لك دقة التفاصيل معا إلى عالم الأناق ورؤية مختلفة لشخصيتك ذوب الدفة انطباع جديد ترجمة نانسي قنقر حياة كم الله معنا بعد هذا الفاصل القصير ونسعد بلقائكم ونكمل ما قد بدأناه في فضيلة اليوم وهو بنياننا مرصوص مع النقطة الثالثة يا عمار ماذا تقول؟ النقطة الثالثة يا عمار الجمال بالتماثل وترك المقارنة الجمال الجمال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل ويحب الجمال الاهتمام بالنظافة والاهتمام باللبس الحسن اللباس الحسن والاهتمام بالمظهر الجيد وتمشيط الشعر أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثائر الشعر فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم فالشبابه قال كأنه شيطان أو كأنه وجهه شيطان أو كما قال عسل الله وسلم فيقول هذا الصحابي كنت أدهن شعري ثلاث مرات في اليوم من شدة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم دينه دين جمال ولهذا التماثل بالجمال مهم أي التقليد أو التواصي بالجمال يعني نحرص أن نكون بأجمل صورة ممكنة طبعا دون الإصراف ممعنى هذا الواحد يسرف ويسبل لا نريد الشيء المعقول الذي يتناسى مع العرف ولكن أيضا الذي يجعل البنيان مرصوص هو لما نتماثل في الجمال بمعنى نتماثل في زينتنا للمساء مثلا خذوا زينتكم عند كل مسجد الزنا هي الستر فيستر الإنسان نفسه يلبس ملابس نظيفة ومستورة حتى يذهب إلى المسجد إذن هذه الزينة الوسط وهذا الجمال يجب أن نتمثله جميعنا في صف الصلاة مثلا لو جاء رجل رائحته سجاير دخن ثلاث أربع سجرات صلي فيكره اللي جنبه يؤذيه في صلاته أو لماذا أكله الثوم والبصل مكروه الواحد يأكله ويجي إلى المسجد لأنه يفك الصف فلو أنت صليت جنب واحد وبعدين تجشأ خرج هواء بصل أو ثوم أو سجارة تلقاية تلاقي اللي جنبك بتعد فالصف مكسر لماذا رائحة كريهة أو الذي يأتي ملابس بالعرق متعرق ويقف مباشرة دون أن يبدل ملابسه أو الذي يأتي من عند الغنم وعند بعر الغنم وكذا ورائحة التيوس ورائحة الإبل وغيره من حيوانات ويدخل عينه في المصلى إذن هذا ما الذي يفعل يفكك الصف ولكن الرائحة الطيبة والطيب محبب للنبي على صلاته السلام الطيب والتسريح والشكل الحسن واللباس الحسن خاصة وقت الاجتماع يجعل الناس تحتضن بعضها البعض تلم بعضها البعض أنا أذكر لما كنا صغار كان في رسوم متحركة يطلعون هذا اللي راح تكريه اشي يسمونه سكنك ما عارف ش News سمونه بالعربي الضربان 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 مش شكل لا الضربان ومسنجاب هذا اللي كان يسموه كان فيه هذا الرسوم تحرك كانت سيئة وانتبوه يا آباي يا أمهات بعض الرسوم كانت سيئة كان هذا الضربان كان ذكر وراحته كريهة فكان متعرفه على سنجابة أو شيء فكان يحاول يتحرش فيها بس لأن راحته كانت كريهة فكانت تهرب منه فأنا أذكر هذا يعني كشاب بصغير كنت أذكر رسوم متعركة طبعا المعنى العام مقبول أن رايحة كريهة لكن التفصيل كان خطأ فكانوا يضعون السم في العسل انتبهوا يا أمهات انتبهوا يا آباء لا تتركوا الأطفال مع الرسوم متحركة دون ملاحظة كان شكلها جميل مطاردة ولكن كان القصف فيها تقبيل فيها أشياء لا تتناسب مع غريضة الإنسان مع فطرته وليس فقط مع الدين إذن نرجع مرة ثانية ونقول الجمال بالتماثل خلونا نساعد بعض نكون في صورة جميلة ويحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم وترك المقارنة لا تقارن أنا مثل فلان الله أعطى فلانه ما أعطاني يارب يشمعنا فلان تعطيه ولا تعطيني يارب يشمعنا أنا لا تقارن نفسك بأحد أنت أنت مميز كل إنسان مميز يا بنتي أنت مميزة يا بنتي أنت قمة في التميز وأنت يا أبني مميز بشكلك وبكلامك وبتفكيرك كل إنسان مميز بما أعطاه الله سبحانه وتعالى ويما استخدم واستثمر فلا تقارن نفسك بأحد أنت مميز وأنت مميزة ولكن استخدموا النعم اشتهدوا بادروا فكروا ستجد عندك تميز كله ميسر لما أخلق اعملوا يقول صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا يلا اشتهدوا فكروا وبادروا واعملوا وخططوا فكله ميسر لما أخلقوا كل إنسان له دور في الحياة لكن الكسالة يعني استجيب للمثبتين والمحبتين يجلس مكانه ولا يفعل شيء ولكن الإنسان الذي يريد أن يظهر ما يملكه من تميز يخرج ولا يقارن نفسه بأحد ولكن لا بأس أن أتطلع بالغبطة لمن أحسن مني في أمور الآخرة أما أمور الدنيا طالع لي أسفل الدنيا هذه مالها قيمة ازهد فيها وانت تملكها ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا تأكيدا لهذا المعنى نريد أن نحن نحققه في معاني أصيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فصلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به فهو يعمل به ويعلمه الناس إذن لا بأس بالمقارنة بهذا المعنى من ملك مالا أو ملك علما وصرفه فيما ينفع الناس هذا الغبطة هذا الذي نريد هذا التسابق هذا التنافس هذه المقارنة التي نريد لكن بالشكل بالسيارات بالبيوت بكمية الأموال بالجو أكو ناس حاصدين دول على الجو اللي فيها حاصدينهم على الجو يعني غريب عمار فعلا أكو ناس يحاصدين والله من حظهم عندهم براد لكن عندهم زلازل وعندهم براكين تريد أن تأخذ الجو البارد من غير البركان ما يحق لك هذا ولا يصح فإذن هناك ناس تخصصهم مقارنة وأم عبدالله وأبو عبدالله لا تقارن بين عيالك عمار ما تصير مثل أختك جاي بامتياز خطأ كبير جريمة يقع فيها ولي الأمر الذي يقارن بين أبنائه أكبر جريمة تربوية عندما يام عبدالله ويابو عبدالله تقارنوا من عيالكم ما تصير مثل عيال عمك السلاوي شوف كل واحد فيهم صار عنده مليون إلا أنت قاعد في قناة الرسالة ما عندك إلا مئتين دينار هذه المقارنة يا سلاوي لا تسمع لها فإذا أهلك قالوا رمي بينك وبين غيرك هذا خطأ كبير الرزاق رب العالمين واللي عطاهم المليون يعطيك عشرة يا سلاوي بس اتقل له واشتهد طبعا السلاوي يقول يبي نصهم بس يا أخي اطلب ما عند الله أكثر يا سلاوي اطلب أكثر رب العالمين عنده حال الدنيا كلها نسى الله إن شاء الله يرزقنا وياكم إن شاء الله صلاح قوله أمير سبحان الله يمكن تمام النعمة لأنه في الآخرة لا يتم الله عز وجل النعمة من جميع نواحيها في الدنيا أكيد فالنقص يتمم فالحسد شيء يعني غريب في هذه الدنيا شكلك شيف نفسك بيطلع أمارته شكلي أنا ضربت على وتر أبدا أنت عم تتكلم عنه المهم إذن نقول يا أباء يا أمهات يا مربيين يا مربيات يا مشرفين يا مشرفات لا تقارنون أحد لكن خلأ أذكركم مشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأحد الصحابة يا عبد الله يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل فإذن إذن شوفوا قارن في ماذا قارن في عمل قارن في عمل أخروي ما قارن في المال وفي الدنيا وكذا والنجاح المدرسي ولا الجامعي ولا كذا قيام الليل وأيضا قال فلان ما أعطى اسم لا تكون مثل فلان أي اسم واحد اللي كان يقيم وترك ما أعطى اسم فهو قارنه بنفسه كأنها المقارنة فأجمل وأفضل وأنجح مقارنة قارني بنفسي دكتور أثويني في برنامجك اللي كان كنت أنشط في برنامجك الحالي كنت أقل دكتور محمد السنة الماضية كان شكلك كان وزنك كان كذا فقارني بنفسي أتقبل منك المقارنة ولا تحدث في النفسي شرخا وفي الصف شرخا أو صدعا مثله النقطة الرابعة يا عمار اللحمة بالتواضع وترك التعالي نتلاحم ونتعاضد شوفوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل تبهوا يا ناس خطر علامة خطر أن رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أكل عنده بشماله هذه خطورة سمعوا يا أبنائي بناتي أبنائي اللي يأكلون بالشمال وقولوا والله ما أعرف لا أستطيع ما أقدر هذا أكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له صلى الله عليه وسلم كل بيمينك كل بيمينك مبادرة بالدفع كما قلنا أمس المفروض من هذا الصحابي أنه يسمع كما الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سمع نفذ ولا تلتفت لم يلتفت هذا الصحابي ما أعرف موقفها ولكنه قال لا أستطيع يا أكل بالشمال قال كل بيمينك صلى الله عليه وسلم أمره قال لا أستطيع قال لا استطعت صلى الله عليه وسلم دعا عليه دعا عليه قال لا استطعت ما تقدر خلاص عنك ما قدرت ما الذي حدث انظروا ماذا حدث قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر بطر هو يقدر بطر الحق ما أسمع الكلام ما أرأت فما رفعها إلى فيه من ذاك اليوم يمينها ما ارتفعت إلى فمه شلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذن الكبر والتعالي والغرور والترفع والأنف على الناس يا أخي على إيش ما ردك حفرة بتراب حفرة مترين بمتر ومع السلامة في أي لحظة تتكبر على إيش والله ابن آدم ما يملأ بطمة ولا فمه إلا التراب إذن اللحمة بالتواضع هذا الصف جنبك تاجر جنبك فقير جنبك مريض جنبك طفل جنبك كبير جنبك من جنسيتك جنبك كله صف واحد أفرح بهذا وأفرح بهذا على ما هو عليه ويا زين العمرة ويا زين الحج هالردائين هالإحرام الطيب الناس كلها سواسية ما تدري هذا تاجر ولا هذا مليونير ولا هذا شيخ ولا هذا حاكم إلا اللي يمشون طبعا مواكم تشعر باطمئنان وأمان هذه هذه دروس يتعلم منها الإنسان كالصيام الكل غصبنا عليك على تسمع قول لي أنت حاكم معاي أنت اليوم معاي غصبنا عليك تمسك تمسك عن الطعام معاي وتفطر معاي يمكن أنا قبلك بعد إذن هذا الدين العظيم يعلمنا كيف بالفعل نكون صف واحد بنيان واحد متلازم مترابط متأخي ولكن يجب أن نبتعد عن التعالي ونترك الكبر حتى يكون التواضع هو غمارنا وهو غطاؤنا وهو محضننا الذي يحافظ على بنيان المرصوص كنت رأت أني عندكم شيء وتكن تعرضونها عندكم شيء طيب خلوني أنا ريح الحسن المعلومات ثقيلة صح كثير عليكم شوي أنا من دمج تكتو أنت من دمج أنت متناسق متناغم خلاص انتصار في تناغل لكن ما يمنع أن لقاعي تابعونا قاعي يكتبون خلونا ريحكم مرة أخرى بإنشولة جميلة ثم نكمل ما تبقى في حلقة اليوم يا واحة فل من رغدي يا سحر شروق في الأبد يا واحة فل من رغدي يا سحر شروق في الأبد ترنيمة حب في رشد يا قطعة نور من كابدي من كابدي ملكا يسمو فوق السحب أنقصفى مثل البرد ملكا يسمو فوق السحب أنقصفى مثل البرد والحب شراء شراء من أور والقلب سفين سفين من غيدي والحب شراء شراء من أور والقلب سفين من غيدي يا واحة فل من رغدي يا أعذب نغض أشهده كم ينبض قلب في جسدي يا أعذب نغض أشهده كم ينبض قلب في جسدي يا أعذب نغض أشهده يا أعذب نغض أشهده يا أعذب نغض أشهده في خلدي في خلدي كوني حلما طيرا غردا أبدا يشدو باسمي الصمدي في الفجر صلاة صلاة حياكمنا معنا بعد هذا الفاصل القصير الحقيقة عندما أشوف الطفلة تلعب وتسجد وتدعو ليس لها إلا تحرك القلب فأردت أن أرطب قلبي وقلوبكم بهذه المشاركة الجميلة الحقيقة اللي شفناها وربي حفظ جميع أطفالكم وذراريكم قولوا آمين آمين وين وصلنا يا عمار لأن عندنا الاستبيان ونتائجة اليوم راح نشوف إن شاء الله مع هذه النقطة خلصنا باقي عندنا آخر نقطة التعاضد بالتعاطف التعاطف ما أجمل العاطفة والتعاطف في البنيان الواحد كما كان صلى الله عليه وسلم كان ينثر الحب نثرا على أصحابه نثر وفي مثال الحديث لما قال كلكم تعرفون أثر السلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا لا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم قلوا بله رسول الله قال أفشوا السلام بينكم سلموا على بعض سلام كثير وواسع وكرروه كان أحدهم إذا فرقتهم شجرة سلموا مرة ثانية أو كما قال عليه الصلاة والسلام حتى بالفعل يوجدون هذا النوع من الحب إذا التعاطف التعاطف ثم التعاطف إذا هذا التعاضد حط يد بيد وشبك مع التعاطف مع الاهتمام مع الرعاية مع تحرك القلب بشرط بشرط ترك الإهانة لأنه لما نلتقي مع بعض ونتواجد مع بعض كل يوم قد نكتشف أخطاء بعض نكتشف عيوب بعض نخطأ أمام بعض نزل أمام بعض نتنكشف بعض الأسرار فإذا لا نستهزئ ولا نقلل من قيمة الإنسان والله سبحانه وتعالى ماذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن هذا أمر رباني ما لعلاقة أنا بعد ماذا اللي قلت أنا أنقلوا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فمن هذه اللحظة يا ناس يجب أن نلتزم بالكلمات يا شباب يا شباب الأمة يا مغيرين يا مؤثرين يا محدثين الخير يا عائدين بحضرات حضر ب الظهر أخطاء صارت معنا كل شبه ها دكتور الأفكار تزاحم خمارات بس تزاحم الفكرة أسرع بالكلام لقاء رأس صير لأن دكتور طارق مع رياح التغيير ذبحنا مع الحضارة يا أهل الحضارة القادمة يا شباب يجب أن نلتزم بهذه الخماسية وقضية أساسية طيب أمس أعرضنا لكم استبيانة وهذا الاستبيان سيعكشوا هل نحن بالفعل نملك التعاطف هذا اللي قلنا عنه وترك الإهانة ولا لا خلنا نشوف العرض ماذا يقول السؤال الأول يا عمار إن شاء الله طبعا كان يتكلم عن قضية أساسية وأنا الحيرة أعطيكم الإجابات النموذجية في هذا الموقف والباقي الأمور هي ليست خطأ ولكن هذا هو الأصوب وما دونه صواب لكن هذا الأصوب ما شاء الله هذا أي سؤال فيهم الأول ماذا تصنع إذا بك صاحبك الإجابة أتعاطف معه أتعاطف يبكي أشعر بحزنة يبحك أضحك معه فمن قال هذا هو الصواب طبعا 16% قالوا أتعاطف معه وهو الأقلية وغالب الناس لماذا هذا خطأ خطأ كبير وقع في 77% من المشاركين وناوله منديل سبعة طبعا يعني هذا شكل مشكال تعاطف لكن فيه شيء من الاستهزاء إذن إذا بك صاحبك أم ضحك صاحبك أو شعر بالحياة أو حزنة أو خافة أتعاطف معه أولا لأنه الآن هو في حالة فعالية ما راح يقدر يستوعب أسئلة الآن هذا خطأ الأباء والأمهات يأتي الولد يبكي شفيت تبكي يا ولدي لمة على صدرك حب أول حس فيه اشعر به وبعد ذلك ساعة ساعة عن السبب السبب مضى أصبح فيه ماضي لكن للأسف إحنا مرات لا نصيب فهنا أنتم ما أصبتم السؤال اللي بعده هني ثلاثين في المئة أسأله نفس الخطأ ملاحظين وين التعاطف أضحك معه ولا أضحك عليه وإن كان أحيانا الشكل يضحك مثل ما بعضكم ضحك عليه لما غالظ الشكل يضحك لكن أحاول أن أمسك نفسي خلوني أقول لكم موقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم حط النظام وضع النظام ما ترك لي ولا ترك لي أحد فرصة أنه يستحدث أمرا ولكن يستحدث وسيلة كانوا صحاب جالسين وكان يحدثهم فأحدث أحد الجالسين من طول الجلسة على الأرض أخرج ريحا فضحك الصحابة أو بعضهم يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال أتضحكون مما تفعلون شيء تضحكون يعني هذا الأمر طبيعي وانت في المسجد وانت في البيت وانت هذا يحدث مع كل إنسان تضحكون مما تفعلون فعليه الصلاة والسلام تعاطف مع الكل مع الذي فعل وتعاطف مع اللي تحدث فأدبهم بهذه الطريقة بالله عليكم لو في بيوتكم هابوا عبدالله ومعبدالله لو في البيت عندكم واحد من العيال عمل حركة عند الضيوف جايينكم شا تسوون تروا لي يمكن تكسرون البيت على رأس الولد أو أصبر أصبر تقول اطلع بس أنا وريك لا ناس شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعاطف إذن الجواب أضحك معه هو الجواب السليم نكمل ماذا تصنع إذا تشاجر صاحبك طبعا هنا ما شاء الله عليكم أفصلوا وأصلح هو الصواب نكمل صح إني أفصل ماذا تصنع إذا مرض صاحبك وأجل وأجلس هو هذا الجواب السليم ممتاز هذا اللي لازم نعمله ممتاز نكمل إذا أنتم أصبتم خلاص تصنع إذا رسب صاحبك أفهم وأنصح ممتاز 81% رقم جميل هذا الصواب نكمل ماذا تصنع إذا طلب صاحبك منك مالا آه عطني فيزات عطني فلوس عطني دراهم عطني ذهب عطني فضة ماذا تصنع أسمع أسمعه آه لحظة آه تشلنا جواب مغلوط آه ما علي فيه غلطيني إذا طلب مني طبع صاحبك هني ماذا نصنع ولا ماليظ طلب مالا إذا رجعنا رجعنا عن الإسئلة الطبيعية لأن أنا موجودة عندي أوكي إذا طلب منك مال ماذا تعطيه ترفض تسأله ثم تقيم ماذا تصنع طبعا هنا الناس على ثلاث أشكال الصداقة الحقيقية والخلها لها معنى ما تتكلم عنه تتكلم عن الصحبة العادية وهني وين وصلنا أي سؤال ارجعي عمار طيب مرض رسب رسب خلاص طلب صاحبك أي أسأله ثم أعطيه أسأل وأقيم ثم أرفض أسأله وأقيم أسأل لأن أعرف المال على بماذا سيصرفه أو على ماذا سيصرفه لأن الله سبحانه اسمعوا يا ناس ليس بخلا لكن الله سبحانه وتعالى رح يسألنا من أين اكتسبت وفيما أنفقت فدور يا عمار انصحك وجهك حتى لا تقع فيه السؤال اللي بعد أراد صاحبك السفر مع غيرك شا تسوي يا عمار تخليه ولا تمنعه ولا شا تسوي عادي 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 وأنا أقول عادي كذا يا أخي خلي روح فإذا أسمح له أسمح له لكن لا أمنعه ولا أحاول أصلا بيروح أقول الله وياك الله يسهل دربك وادعو له واطمنه أن يدعو لي نطلب عدها عشان الوقت صارحك صاحبك بمشكلة أسمع له حالا وأنا أعتقد أنكم اخترتم هذا الجواب أسمع له حالا دون أن أتركه مع نفسه إلا في حالة المربي والمؤدب إذا أراد المؤدب أن يعلم الطفل أو الشاب أنه يعتمد على ذاته إن كان هذا فلا بأس ولكن الأصل أني أسمع له حالا حتى لا يقع في مفسدة أو يقع في أمر محذور ثم قبل الأخير تأخر صاحبك عليك أتركه أنتظره أسمع أنتظره واتخذ له عذر بل بداء عذر وعدرين وثلاثة ومئة عذر وأطمئن عليه ثم بعد ذلك نتم المشوار وآخر شيء يا عمار استخدم صاحبك سيارتك أو الدراجة أو أي أن كان حسب البلد اللي أنتم فيه أسمح له أسأله ثم أقرر أمنعه أسأله ثم أقرر لأن هذه وسيلة وأتأكد أنه عنده رخصة رخصة أتأكد أنه عنده رخصة يا عمار لأنه ما يحق لك أنك تقود هذه المركبات من غير من حقق هذه المعاني عشرة على عشرة فعندك ما شاء الله التعاطف واللحمة قوية جدا من أراد أن يحافظ على اللحمة فيحقق هذه المعاني العشرة بالطريقة التي بيّننا تحقيقاً للنقاط الخمسة وأنا أقول لكم أحذروا من التصغير وأحذروا من التفريق وأحذروا من المقارنة إلا بالذات وأحذروا من التعالي والكبر وأحذروا من الإهانة وتقليل من شأن الناس خلونا ناخذ فاصل قصير ثم نعود للكراسة والاتصالات إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر لامار وقتك لتتألقي بخطاً واثق انطلقنا نقفز نحو المدى البعيد ننسج لك دقة التفاصيل معاً إلى عالم الأناق ورؤية مختلفة لشخصيتك ثوب الدفة بانطباع جديد انتبه رياح التغيير ليس مجرد برنامج رياح التغيير على قناة الرسالة مشروع حضاري كبير يدعوك للتفاعل والمشاركة ننتظر آراءك إبداعاتك مقترحاتك أرسل إلينا مشاركاتك مرئية كانت أو صوتية أو مكتوبة عبر موقع مشروع التغيير www.change-project.org أو عبر موقع قناة الرسالة www.alresala.net من خلال منتدى رياح التغيير وسنقوم بعرض المشاركات المتميزة في الحلقات المباشرة من البرنامج كل أسبوع شارك في التغيير في رياح التغيير مشروع أمة وحضارة حصريا على قناة الرسالة حاكم الله معنا بعد هذا الفاصل وأول متصلات معنا أمل من الكويت تفضلي يا أمل أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا يا أمل تفضلي أهل السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي كنت بس أليك سؤال يمكن موم يعني كنت بس أليك سؤال جال أنا مرات يعني أدعي شسمه لرفيجاتي أقول رفيجاتي مثلاً إنه يتبرعون عشان ربي يعدلهم وضعهم إذا وضع دراسي أو أي عندهم عشان الله يفرج عليهم هل هذا العمل يعني من أعمال الرياء مثلاً؟ هذا اللي حبيت أتأكد مننا يعني دعوتك لهم للمشاركة هل فيه رياء؟ أي شكراً لك يا أمل عاد صالتك من الكويت طبعاً ونكرر ونذكر الناس بالتبرع للمسلمين في كل مكان خاصة في هذا الوضع أو في هذا الوقت للصومان إنساء الله سبحانه وتعرف عنهم إن شاء الله ونشكر كل من بادر وساهم ووضعه درهماً ديناراً أو شيء لله سبحانه وتعالى باختصار شديد يا أختي رح نأخذ يوسف لكن هذا ليس رياءً بل هذا من عمل الخير واستمري عليه معانا يوسف من سورة فضل يا سوري يا يوسف السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف عالك يوسف الحمد لله نقول يا يوسف شنو مشاركتك اليوم؟ أول شيء حبيت أقول سؤال سؤال عن حديث صلى الله عليه وسلم لما قال بما معنا الحديث بسم الله خير القروني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ديف نفق بين هذا الحديث وحديث التغيير لنصمح فيه لننغير ونحسن أن الأمة هو في توالي بالقرون أنه يكون لتحس كأنه مستوى المجتمع هذه الشكلة روحة وشغلة ثانية التعاطف الكبير أو العاطفية مع الأشخاص يعني الحساسية بالنسبة تجاههم أو كثير يعني ممكن تعاطف مع الأشخاص كيف فيني تمام سيطرة لها أو هي شغلة مميحة أو مميحة وشغلة ثالثة أن أقول المنشد الأنشد هو حضرته أخوك أو إن شاء الله كم عمرك يوسف كم عمرك؟ 17 سنة تسلم شكرا لك يوسف على اتصالك معنا طيب أنا أكد الجواب على الأخت أمل أنه ليس رياء لكن هذا عمل محمود طيب ما دامت النية خالصة بالنسبة لك يوسف باختصارتنا ما شاء الله ثلاث مواضيع النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح القرن خير القرون هذا لا يلغي خيرية الآخرين التميز الذي تميز به الصحابة والتابعين وتابع التابعين لظروف معينة لكن هذا لا يلغي يا يوسف أنك تستطيع أن تصل إلى منازل علية عند الله سبحانه وتعالى فالفردوس الأعلى في منها من تلك الأجيال ومن أجيالنا ومن أجيال التالية عندنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم مفتوح لمن سبق ولمن معنا ولمن سيأتي بعد المزيد نرى وجه الله سبحانه وتعالى مفتوح لمن سبق وليجي للرسول والسلام وكذلك من جينا وليبعدنا فيا ابني هذه الأمور تبين الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة في ذكر مثل هذه الأمور فلما يمدح ذلك الجيل ويبين مقامه ومكانته له مقامه له مكانه له رفعة لكن هذا لا يلغي فرصتك يا يوسف أنك تصل إلى مثل هذه المناصب وهذه الأماكن وهذه الدرجات عند الله سبحانه وتعالى فالمعطي هو الله سبحانه وتعالى أما بالنسبة لي التعاطف يا يوسف أو نسمي نحن الحب الفياض اللي هو في مرحلة ما دون 25 سنة أو في مرحلة المراهقة بين 11 و19 سنة هذا يجب أن يهذب فأنت لا ترمي بنفسك على إنسان اسمعني نصيحة لكل البنين والبنات لا ترمي نفسك بالحب على إنسان أبدا الحب تفرغه ثلاثا أعلاه وأسماه وأكثره مع الله سبحانه وتعالى ثم دين الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب الأول الله سبحانه وتعالى والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وهذه قضية أساسية يعني لازم يعني ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يقول الله ورسوله أحب عليهم ما سواهما ثم يأتي الناس وأن يحب المر لا يحبه إلا لله وأن يعود الكف كما يكره أن يقضى في النار كما قال عليه الصلاة والسلام فيا يوسف بعد حبك لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والدعوة إليه تحب والديك أقاربك فخلي علاقتك مع الصحبة هذا آخر الحب تعطي منه القليل إن وجدت نفسك منكب على أحد الشباب خفف العلاقة وابتعد حتى لا تكون أسيرا لغيرك وإن نكب عليك أحد من الشباب أو نصب عليك حبا خلي الفترة بينك وبينه لأن هذا الكلام هو إعجاب وليس حب فالحب ما دفع الإنسان لعمارة الأرض هذا هو الحب ما دفع الإنسان لإقامة الطاعة والعبادة فإن رأيت في نفسك يا يوسف وكل من يتابعنا أن الحب بينك وبين الناس يدعوك لله سبحانه وتعالى ولحب النبي صلى الله عليه وسلم وليعمارة الأرض هذا الحب المحمود وما دونه نتركه ونقلل منه أما المنشد هذا مشعل فهد ثواني هذا الحقيقي أخي الصغير وهو تقريبا في عمر ابني فماشي يا يوسف بديت تدخلون في التفاصيل اللي عندنا يلا يا عمار متابعين شديدين الملاحظة في كل شيء قاعدين لنا على الوحدة المهم الوقت خلص كراستك اليوم ما راح نشوفه يا عمار لا 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 هو شيء عطى المصطلح المصطلح الرمضاني شنو ما المفاجأة اليوم طبعا يفاجئوني في المصطلحات خنشوف اليوم شنو حاطلنا يلا يا عبا قرقعان 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 لا والله لا أقول لي إلو علاقة بالمعدة وما معدة بوزار راس قرقع ما أمرت علي قرقعان مسلسل كويتي القفايف لا والله نسيتها يعني مسلسل كويتي بس نسيتها كلمة كويتية هذي قرقعان هذي أكل كويتية قرقعان مخلوطة تشكلة من الحلويات مشموعة حلويات أحلى أيام طفولة بيأخذوها الأطفال بالكويت بيأعطوها على الأطفال بيوزوها على الأطفال الكويت مشهورة في القرقعان هذا بعد 15 رمضان هذا بيكون سيدي عادات بالكويت بيبلشوا الأولاد والأطفال يحطوا زي كيس ويلفوا بالليل مناطق من نص رمضان أهالي بحطوهم الناس وحطوهم بالكيس زيك حلو بشغلات زيك من الأولاد بحلو زيك إقظام عليها حلو شي زيك بيعطوها للأولاد وصيروا أي شيء يلفوا وراء بعض وقرقعان زيك سلم ولدهم يلا وخلى الأمها قرقعان وقرقعان يعني ماذا أقول؟ جاوبوا طبعا كلمة قرقعان هي عادة اجتماعية موجودة في أغلب البلدان والدول وكل دولة تسميها اسم معين ارتبطت في ثلاث أيام في رمضان بالثاني عشر ثالث عشر رابع عشر أولالتهم يخرجون الأطفال بعد الإفطار أو بعد التراويح معهم كياس وفي داخل الحارة عن جيرانهم يجمعون بعض الحلويات والمكسرات هدايا بعضهم يعطون بعض الفلوس لكن هي عادة اجتماعية وقدل بعض يراها أنها عادة مرتبطة بتدين أو ديانة فلا يجيزونها بعض العلماء هذه يراهم مقدرة وبعضهم يراها أنها عادة اجتماعية بحتة ليس لها أي تقليد ديني فهي مقبولة فنقدر ذلك الرأي الذي يرى بعدم جوازه لأنها ارتباط ونقدر ذلك بجوازها لأنها عادة اجتماعية يفرح فيها الأطفال في أجواء طيبة وآمنة في المجتمع ولكن نصيحتي أنا الشخصية إذا كنتم من يفعل هذا لا تبالغون في الأمال أو في الأمور ولا فيها إسراف ويجب أن يكونك أمان واطمئنان بصحبة الوالدين أو شخص كبير مع الأطفال حتى ما تصير بعض المشاكل شكرا لك يا عمار لعرضه والآن ننتقل حتى كراسك عندك بس خمس دقائق خمس دقائق؟ خمس دقائق؟ بس بس خمس دقائق فقط الكراسة اليوم حتى لحظة شوية حتى الخمسة مهيائيتك عبد الرحمن منك وتفضل يا عبد الرحمن كثر اتصالات يوم حتى نوقف الكراسة تفضل يا عبد الرحمن عافيك أكثر يحفظك شنو مشاركتك اليوم يا عبد الرحمن؟ دكتور مشاركتك بتتلم عن نفسي شوي تفضل عبد الرحمن دكتور أسمعك تفضل دكتور بتتلم عن نفسي شوي مو مشكلة؟ يلا بس عاد إن شاء الله يكون شيء يعني ما يعيبك بس لا يعني هو يفيد للشباب يعني أنا عن نفسي زي تفضل بس لأن الوقت قول ما يخلص اختصر يا عبد الرحمن بسرعة دكتور أنا لاعب ونزل مستوائي بشكل غير طبيعي برض مستوائي ما عارب شلون شنو تلعب شنو رياضك؟ ومستوائي بأنا كرة غدا كم عمرك؟ ما عمره شيء مستوائي ما في موضوع يعني ما أخبره المستوائي قبل حين كم عمرك عبد الرحمن؟ عبد الرحمن كم عمرك قول ما ينقطع الاتصال؟ كم عمرك؟ كم عمرك؟ 18 سنة 18 سنة شكرا لك عبد الرحمن وعلى اتصالك ومتابعتك في البرنامج ما عرف جاني خاطر عن الرياضة طبعا معلومة في ناس كثير ما يعرفونها أنا متخصص في علم النفس الرياضي وليس كله جزء منه اسمه السلوك الحركي عشان شيء عبد الرحمن لما تصل هو يعرف عني أن أنا أصبح معد نفسي للرياضيين لا أعمل بصورة مباشرة أو احترافية ولكن هذا جزء من تخصصي وأنا أصبح في الكلية أدرس علم النفس الرياضي والتعلم الحركي وجزء من علم النفس التطبيقي عبد الرحمن هذا السؤال خاص وأنا ما ودي أجاوب عليه في البرنامج لأنه حتى لا أخذ من طبيعة الناس تواصل معي يا عبد الرحمن خلال الإيميل وإن شاء الله نلتقي أنا معاكم أساعدك شون ترتقي بمستواك الرياضي إن شاء الله تفضل يا عمار يلا يا عمار أنا سلمان من مصر يا دكتور أنت؟ لا مو أنا هي الكاتب الرطالة أنا سلمان من مصر يا دكتور أنا بخاف أوي أني أنشر أي حاجة سواء نشوده بموسيقى حتى لا أخذ ذنب إذا كانت حرام أو فيها شاب حتى لا تعجب به بنت أو أي مقال حتى لا يكون تضييع لوقت القارئ شكرا أشكرك على هذه الحساسية الطيبة وهذه الشفافية كلامك صحيح وأتمنى من كل الشباب لا ينشر ولا ينقل إلا ما تيقن منه ودع ما يريبك لما لا يريبك مثل ما قلنا في الحديث الشيء يا بنتي مش متطمنة لا تركيه ولا تنقلين ولا تنشرين إلا خيرا أنت متأكدة من صحته وصحة مصدره محمد علي عندي مشكلة وهي أني أقلعت عن ذنب معين وندمت على ما فعلت فما أبرح حتى أقع فيه مرة تلو الأخرى فما العمل واضب على التوبة واضبوا على التوبة واضبوا على التوبة وإن وقعتم انصحت التوبة ونصحت ثم وقعت مرة ثانية ما عليك شيء تتوب فيتوب الله سبحانه وتعالى وتتوب يتوب الله سبحانه وتعالى أحبابنا لا نيأس من روح الله سبحانه وتعالى ولا نقلط من رحمة الله سبحانه وتعالى نستمر 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 في الاستفارة التوبة حتى آخر لحظة من حياتنا فالله يتقبلنا إن شاء الله من التعب السلام عليكم يا دكتور عندي بيت شعري نقوله كثيرا ولكن ما صحته نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا لست أديب ولا شاعرا في المرحلة الثانوية آخر سنة في الثانوية في الصف الآن يسمونه الثاني عشر دخلت يا عمار اختبار رابع آخر سنة طبعا في وقتنا كان الاختبار مئة في المئة درجة على اختبار نهائي أعمال السنة كانت صفر يعني تكون أو لا تكون في اللحظة الأخيرة دخلت اختبار نصوص اللغة العربية لا أحفظ نصا ولا نصف نص ولا ربع نص كنت أحفظ شطر من بيت الشيء الوحيد سبحان الله اللي الله ما أعطنيها ما أعرف أحفظ القصيدة أحفظها اليوم أنسها بكرة أحفظها اليوم أنسها أكرمها عشرين فأنا من الناس اللي ما أفهم فأنت سألتيني شيء في الأدب وفي النصوص لست من أهلي ولا أقوى عليه ولكن هذا أسمعه كثيرا مثلكم نعيب الزمان هذا طبعا هو تعبير هذا كلام معناه صحيح تعبير عن الإنسان اللي كلما سقط أو وقع أو اذنب يلغي أو يلقي باللائمة على غيره هذا هو من معاني هذا النص وأنا أعتقد هذا معنى جميل فأحنا لا نعيب الوقت ولا نعيب الآخر لكن نصحح الخطأ اللي في أنفسنا ونستمر في صواب كما السؤال اللي قبله نحن نعب نتوب ونستغفر ولكن نبذر الأسباب نحط خطة لعلاج المشكلة اللي عندي إن كانت مشكلة ذنب مشكلة جنسية مشكلة فكرية مشكلة اجتماعية مشكلة أضع لها خطة علاجية ألجأ بعد الله سبحانه وتعالى لاستشارية أو استشارية لسه فقط أتوب وأجلس لا لا هناك أسباب وغير الأحوال المثيرات أبتعد عنها الشبهات أبتعد عنها المكان المثير أبتعد عنه فإذن يا بنتي المعنى سليم فلا بس دكتور كمان حاطين استفسار يقولون يا عمار جاء وقت الحساب قف فوق الميزان عشان نشوف كم زت أوب 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 خلاص أنا أقول حاضرين حتى ما نضع يوقت برنامج بصراحة أنا ما زت خلال رمضان بالعكس نزل وزني في رمضان طيب صراحة بأس الأول حلقة ما عنده مانع غدا نعطيه فرصة عمار اليوم أنه يخف الفزن لغاية بكرة إن شاء الله يلا عمار نعيمة دكتور أشعر بالإحباط كثيرا عندما أقدم لشخص مساعدة في عمل ولا أجد منه الشكر كيف أتأخلص من ذلك مع علمي أن الجزاء الأوفر من عند الله تقدير الذات تقدير الذات تقدير الذات أقدر ذاتي فأنا أحبها وأخاف عليها وأصونها وأنا أشجع نفسي وأنا أشكر نفسي وأنا أشكر لنفسي بعد الله سبحانه وتعالى وشكره لا أتمتدر الشكر من أحد فأنت يا إنسان أنت يا بنتي إذا عملت عمل لا تنتظري من أحد إن جاء شكرا أو مكافأة ممتاز ما جاني شيء الحمد لله على كل حال فلو سمحت يا بنتي أن تشكري لنفسك واشكر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك لنوفقك لخدمة الآخرين وليقامة هذا الخير وهذا البر فهنيئا لك مثل هذه الخدمات السلام عليكم دكتور وعلى كل طاقة برنامج ضائف وزنك إحنا نتابعك دكتور جماعيا يعني كعائلة من الأبوين إلى الإخوة الصغار حتى يوم لعبة الإبرة كنا مثل ورشة خياطة كل واحد بإبرته ووركته والجميع يبلغك السلام عليكم عليكم السلام شكرا لكم وجعل لكم إن شاء الله قدوة لغيركم فهذا الذي أريد وسامحوني إذا ذكرت شيء خص الأباء أو البني والبنات أمام بعض فأنتم يعني بمستوى راقل إن شاء الله تتحاورون وتصلون إلى توافق في الرأي شكرا لكم من تعبعتكم دكتور إن أبي رائع ولكنه للأسف بعض الأحيان يعكر نقاء أخلاقه بزلات اللسان واستغابة الناس يا دكتور أخاف عليه من يوم الحساب فماذا أفعل أنا أحيانا أحاول تغيير الموضوع بطريقة ما وأحيانا لا أستطيع وأستصعب على نفسي أن أعطيه النصائح وهو الناصح لنا ومربينا الغالي كل إنسان كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فيابنتي ضعي الوالد في الميزان أعطوني الميزان حطي الوالد في كفة كأعمال حسنة وحطي الوالد في كفة في أعمال سيئة تجدين أن الوالد هكذا الوالد فإذا يا بنتي من أجلي هذا اتركي هذا الأمر الثاني كيف ننصح ننصح بشريط بكتيب ببرنامج برسالة على الجهاز غير مباشر فإذا حاولي بسلوب مباشر بتغيير الموضوع هذا شيء إيجابي وإذا ما قدرت انشغلي بالدعاء له فكما قلنا بالأمس من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وكما قال عليه الصلاة والسلام لدي ابنة خال تربطني بها علاقة وهي على علاقة بشاب على أن تتم هذه العلاقة بالزواج ولكن علمت حديثا بأنه لا يصلح ويحاول أن يقيم علاقة مع فتيات أخريات وأنا أريد أن أحادثها ولكني خائفة بأن لا تتقبل أو أني أفقدها فماذا أفعل؟ يا ناس هذا منكر كبير منكر كبير منكر هذه أكبر جريمة مجتمعية هذا الزواج من الآن هذا لا يصح باطل الذي يعني الذي تعدى عليك وعلى أهلك وكسر الهيبة وكسر العفة كيف تثقين به إلا أن تاب وآمن وعاد إلى أخلاقه في ناس هذا لك ناصح انصحيها بصورة مباشرة ازعلت رضت هذا شيء راجع لها لكن دورك أن تنكري بالتغيير انصحيها بطريقة سهلة سليسة تزعل خليها تزعل ما عندي مشكلة تزعل ولكن الأهم أن تصحوا من هذه الغاشية من هذه الغفلة من هذه الغفوة لا علاقات قبل الزواج لا علاقات قبل الزواج لا علاقات قبل الزواج ولا من أجل الزواج الخطبة الشرعية فقط الرؤية ولا يزيد عن هذا هذا الأمر هذا ليس ليس فيه اختيار فلا يا فتيات العالم يا فتيات الدين يا فتيات الإيمان والإسلام لا تتركوا أنفسكم عروا ضي لذئاب الطريق عودوا للخير وللعفة إن شاء الله كل عام وأنتم بخير كنت أريد أن أسأل سؤال هل حقا لابد من أن أقول نويت الصيام لليوم قبل الفجر حتى يصح الصيام وهل إذا ما قلت لا يصح الصيام بدونه قلنا يا ناس ما حدنا فقهاء لكن المسلم يعرف ودينا النية في رمضان على شكلين على الأغلب على الأرجح إما الواحد ينوي من بداية رمضان ينوي في نفسه في صدره بفعله بسحوره الشهر كامل ومنهم من قال الأولى أنه في كل ليلة ينوي ما في داعي يقول في بعض ناس يقول اليوم يبدأ يوقف يقول نويته أنا أصوم اليوم الأثنين لله هذا كلام غير صحيح لكن مجرد أنك تسحرت هذه نية استيقظت قبل الفجر شربت الماء هذه نية في نفسك حدث نفسك أنها يكفي فعلك أما تنوي للشهر كامل أو الأفضل اللي أنا أرى على الأفضل أنك تعمل عمل أو فعل يعني بينك ونفسك أنه يا صحفاء اطمئن إذا عندك النية قصد في قلبك فقط من غير ما تتلفظ هذا هو الصواب إن شاء الله والله أعلم دكتور الكراسة كأسئلة خلصت خلصت الحمد لله يا ربي وفناك حقك يعني خلاص لأنه عندنا المسابقة صح دكتور والوقت قصير كلش في عندنا تصميم أوه من وين يا تابي صراحة من وين يا تابي ما أدري شون صادها دكتور صراحة وحط البيزة صايدك صيدة مرتبة يلا يزاها الله خير يزاها الله خير بعد على خطى الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حب كبير بعد ممتاز اللهم عنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال طاف 14 يوم ما بقى شي يا زين رمضان راح الشهر يا الله تقبل مننا ومنكم قوله آمين آمين يا رب يا من تدعي محبته أين أنت من سنته يلا ربي عينه وشوي رويدا رويدا شوي شوي بتدريج نطبق سنة رسول عليه السلام المسابقة المسابقة يعطيك العافية وين المسابقة حبيبي وين رايح مو رايح مكامل يبي يختم الحلقة يا ناس مغير ما يعطيه المسابقة انت بالناس يأكلونك لا لا فيها بيزات فيها أمانة هذه طلع البيزات حق الناس يلا يلا الفايزين إن شاء الله تفضل يا عمال في اليوم الثالث عشر يعني بالأمس كان السؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أم الجواب الصحي أن أعتكف في المسجد شهرة شارك معنا طبعا العديد من المشاركات اللي فاز فيها جميعهم من الفتيات الفائز الأول ميادة حسن من الأردن خمسمائة ريال دكتور نقولها مبروك وجزاه الله ألف خير تبرعت فيها للصومال ما شاء الله تبارك الرحمن هذا شيء يعني يثلج الصدر هذه أمة هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك يا ميادة الفائز الثاني الأخت أصيل عبد الله من العراق ثلاثمائة ريال ممتاز والأخت في المركز الثالث حناني ليزيدي من اليمن 200 ريال ونقولهم جميعا مبروك ويعطيكم العافية نبارك لكم هذا التمييز وعطنا السؤال القادم لأن الوقت قصير إن شاء الله المسابقة الرمضانية اليومية على شاشة الرسالة سؤال هذا اليوم ذكر قوله تعالى خفت موازينه وقوله تعالى تقلت موازينه معا فيه سورة واحدة فقط سورتين فقط ثلاث صور للإجابة عن السؤال أرسل رسالة قصيرة أكتب كلمة رمضان أو رمضان ثم ترك مسافة ثم اكتب رقم الإجابة الصحيحة وأرسل رسالتك SMS مرة واحدة إلى الرقم المرادف لبلدك آخر موعد لاستقبال الإجابات هو الساعة الواحدة ظهرا من كل يوم كل من الفائزين في إحدى الجوائز اليومية الثلاث خمسمائة ريال ثلاثمائة ريال مائتي ريال سعودي وقد يحالفك الحظ في نهاية شهر رمضان لتربح الجائزة الكبرى سيارة يشترك في التنافس عليها كل من يرسل عشر إجابات صحيحة أو أكثر طوال أيام الشهر الكريم مسابقة الرسالة الرمضانية ثقافة وجوائز والكل معنا فائز الرسالة إبداع وأصالة ترجمة نانسي قنقر حياكم الله معنا بعد هذه المسابقة الجميلة شاركوا معنا دائما كل من شارك فهو فائز بإذن الله سبحانه وتعالى الوصية ماذا تقول يا عمار إن الوقت أزف تعرف على خمسة أشخاص المطلوب منكم بسهولة وبكل سماح صدر البنات تذهبون إلى المسجد تصلون التراويح تعرفوا كل بنت تعرف على خمس بنات وكل ولد أو رجل يتعرف على خمس رجال أو خمس أولاد وتعرف عنهم خمس معلومات قلهم أنا معاكم محمد فائز ويني وأنا الحقيقة عندي تكليف من برنامج ضاعف وزنك أني أتعرف على خمس معلومات من حضرتك إذا تقبل كان إذا ما تقبل شكرا نمشي إذن نتعرف ونشكر خمس معلومات على الأقل خمسة أشخاص هذا الحد الأدنى والليلة الليلة تحققون هذا التكليف إن شاء الله طبعا أنا حاب أيضا أوجه كلمات شكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يشكرتم لأزيدنكم أشكر الله سبحانه وتعالى توفيقه وتيسيره وأن بلغنا هذه نصف شهر رمضان وإن شاء الله يبلغنا آخر رمضان برحمة ومغفرة وعدك من النار قوله آمين أشكر كل الرعاة وكل من ساهم معنا في البرنامج خاصة دار اقرأ ما قصروا معنا نشكرهم على هداياهم وما زالت الهدايا المتميزة مستمرة كم فاز معنا أربعة خمسة؟ خمسة خمسة تقريبا ما زال معنا عشر جوائز للمشاركات المتميزة شكر جزيل 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 واسع كبير لشباب الفيسبوك ما شاء الله عليكم وصلوا تقريبا سبع تالاف سبع ألاف إلا شوية شدوا حلكم معنا إن شاء الله بنهاية الأسبوع نصل إلى عشر تالاف طلع للرقم فنشكر شباب التويتر شباب الفيسبوك أكثر مرة شباب المنتدى ومن يتابعنا والشكر وصول للجميع واسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني جمعنا دائما على الخير وغدا مع حلقة جميلة بمشاركة جميلة منفاجأة إن شاء الله حلوة لكم وإلى نلقاكم إن شاء الله على الخير والمحبة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة